أيضاً ابني أنا مدام عندي 33 سنة وللأسف مش بصلي وزوجي ما بيسبش ولا فرض وأنا كل ما جاء أصلي أتوضى وأنسى أو أصلي وأنا كسلانة وعلى طول نفسياتي وحشة وأنا طبعاً طبعاً لازم تكون نفسيتك وحشة ولازم تكون مشاكلك كثيرة جداً ولست سعيدة في حياتك الزوجية والاجتماعية ومشاكلك لا حصر لها بدون صلاة بدون الصلاة كيف تصلين إلى السعادة الزوجية لن تكون هناك سعادة زوجية وستكون المشاكل لا حصر لها لأن الله عز وجل يقول في أواخر صورة طاها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى طيب ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن الصلاة فإن له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى حتى إن سأل وقال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً سيرد عليه رب العالمين قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى أنت قطعت الصلة بالله رب العالمين وانتظر مزيداً من الإرهاق والعنة والمشاقة والمتاعب والمشاكل وتدهور الصحة الصلاة بداية كل خير وسبب كل سعادة فاحرص يا أمت الله على أداء الصلاة في وقتها واتق الله عز وجل في هذه الفريضة العظيمة التي يمكن أن تكون سبباً بإذن الله إن أنت حرصت عليها وأديتها في وقتها أبشري بالخير إن شاء الله ونحذرك من إهمال الصلاة